كنت جالس بأمان الله لما وصلتني رسالة على الجوال وكانت دعوة للمشاركة ببطولة فورتنايت عقلي قال لي إياك أن تقبل شو ما تعلمت من تجاربك السابقة أنا وإياك منعرف الوضع منيح فجاوبتهم أكيد جاهز مية بالمية وقلت بما أنه عندي تجربة سابقة فلازم استفاد منها وإتفاد الأخطاء فأولا أخذت معلومات أكثر عن البطولة حتى أعرف على شوء الدرب وما أنصدم بآخر لحظة مثل المرة الماضية فالبطولة الجديدة كانت عبارة عن أربعة مباريات الجوائز عشرين ألف دولار وهذا سبب قبولي الحقيقي يعني شمدي أرفض وحتكون تريو أي فريقنا مؤلف من ثلاث لاعبين بس هيك تقسم المبلغ على أعداد كبير معه توفت يعني وتركيبة الفريق بتكون يوتيوبر اللي هو أنا تويتشر اللي بيبث على تويتش مو هداك ولاعب محترف ولما خبرني المنسق أنه المحترف اللي معنا هو الثاني على العالم اللي تقوه ضمننا المركز الأول أخذت أرقام الشابين اللي رح ألعب معهم وضفتهم على غرفة الواتس أب وقلت لهم لازم ندخل نلعب مع بعض وكان الرد سريع العادي بأي وقت تبغون ندخل وأعلمكم على البطولة قلت ها هذا التفاعل اللي أريده ووعدتهم بنفس اليوم بعد العشاء وفي المساء كتبت سلام عليكم تفوتوا نلعب في اليوم الثاني أتى الرد توني صاحي الحين ففقست الخطة في اليوم الأول ولذلك اضطريت اتدرب لوحدي وبدأت بخريطة رمضان وفي اليوم الثاني دخلت لطور البناء شعرت إذا بدفوز فلازم كون هجومي حتى لو ما كنت بعرف إلعاب فبكفي يوصل وهم أني لعيب للخصم وبالتالي رح يخاف ويتوتر وبأغلب الأوقات نجحت معي هاي الخطة أما الاستوب الحزر فاستخدمته في النهاية مع المحافظة على الضغط المستمر حتى يزداد الخوف عنده تدريجيا ويأكل ضربة الشاتغان أما التكتيك الأخير فهو التفكير بشكل استراتيجي وخداع العدو بإيهامه أني خائف ومحصن نفسي ومن ثم يجد الرصاص يفتت أقسامه وحصلت شمسية الفوز من ثاني يوم تدريب باليوم اللي بعده قلت لازم أتعرف أكثر على تفاصيل الخريطة فنزلت بالأماكن الجديدة اللي قدمها هذا الموسم اللعبة حرفياً صارت كريتوس نزلوا كل أسلحة الشلة اليونانية بس لحظات السعادة بطور الباتر رويال صعب تكمل لأن بالوقت اللي فكرت فيه أنا مسيطر على الخريطة أجتني السكتة القلبية من حيث لا أعلم عكرني والله وجلست باقي الأسبوع أنتصر الشباب يوماً بعد يوم وما كنت مفكر أنه عبارة قبل البطولة تعني حرفياً قبل البطولة صار وقت البطولة ماني وعشر البطولة اسمها ليلة الأبطال ومقرها الرياض وهذا كان ترتيب المباريات والجوائز لكن البطولة طلعت الساعة عشرة وأنا من هلأ مستعجل فكسبت الوقت المتبقي بأعداد طريقة التسجيل والزاوية المناسب للتصوير جبت المي وضعته أمامي وجهزت الأمور أتمع بقول لحالي لا تتوتر لك لعبت بطولة قبل منها يعني متوتر بس مو مثل المرة الماضية أخف ظبطت كل أموري وكتبت للشباب لك شو الوضع عنكم؟ لك حتى إضافة ما ضفنا بعض ودخلت على الديسكورد الخاص فينا وفتت الدرب هيك حتى إجا فجأة الثاني على العالم وصراحة أنخططه بالبداية عجبتني اختار مكان ما ينزل فيه أحد وحدد مكان إلي وللاعب الثالث وشرح لي على المكان بالكامل وأين أجد الصلاديق ومن إن أحصل على الموارد وحدد نقطة الألتقاء وبينما نكمل التدريب السلام عليكم السلام هلا 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 بالزين موعدنا ما شاء الله كتير قوية زابطة ما لعبنا ولا ما شاء لا اتسوكي أنا الأفضل عمي هنا ما شاء الله هيرو لا لحظة شوي هيرو هو شو ترتيبه؟ قال لي عقوبة الأول على العالم ما شاء الله هي الثانية عليها لمدة ما شاء الله يا عمي فأنا كنت عم بلعب من البيت لتويتشار بوتر كان عم بيلعب من مكان البطولة نفسها في الرياض والمحترف من بيته في السعودية بس أنا من النوع اللي بحب أتأكد المرة الماضية قالوا لي عم تلعب مع الثاني على الشرق الأوساط أو ما شعرت بهالشي ففت النيت وبحثت عن اسمه وفعلا وجدت فيه إله ملف وفايز عدة مرات بالمركز الأول بس كان لابد أني أعمل تحقيق شخصي لاحقاً وبعد الانتظار بدأت البطولة في الماتش الأول نزلت في المكان اللي قلي عليه واتبعت الخطوات بس الشيء اللي ما توقعته كان وجود اللاق المزعيش يمكن كنت أنا أبعد واحد عن الرياض وكل شوي كان هيرو يطلب مني تقرير الموارد 400, 175, 116 والتقينا في النقطة المتفقة عليها وهون شعرت بالأمان صرت مع الباديغارد الفرامي فبالوقت اللي نحنا جلسنا فيه نجمع السمك راح هيرو يشوف الوضع حولينا هيرو هو الاسم الحركي للمحترف تبعنا بس عشوي تانية حسيت حالي ستبيت فلما يبدأ اشتباكه اتحمس واطلق النار وسيم انتبه وسيم لا تقويس وسيم معه قناص طيب حاضر ماشي لحال بس المهم اني قدرت اكتشف الاسلوب اللي بيلعبوا فيه البطولات فطلع اغلب المحترفين بيحاولوا يتفادوا القتالات وبيأوصوا من بعيد على مبدأ تخويف فاذا قدر يفنش احد امر جيد ما قدر بيكمل الطريق والخطة بالمبدأ تبدو جيدة فالمهم هو ضمان المراكز الاخيرة حتى نطلع بترتيب مقبول لكن المشكلة لما يكون الجميع عم يطبق نفس الخطة لان لما وصلنا على الدوائر الاخيرة كان في فوق الخمسين لعب وفعليا هون بدأت الفوضى والركض وراء قائد الفريق وتأمين الحماية والهروب من زاوية لاخرى اقد ما كان الواحد لعيب رح يفوت بالستين حيط وكنت انا اول من فات بالحيط ووقع وتم افتراسه ومن ثم وقع الثاني والثالث وطلعنا بالمركز الاربطاش والمبشر انه كان ترتيبنا توب تين فصحيح خسرنا لكن هيرو جاب عدد جيد من الكلات رفعت مركزنا دخلنا المباراة الثانية يالله دخلنا جيم يالله 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 يا رجال بإذن الله هذا الجيم عفل يالله مسكوح ونزلنا بنفس المنطقة المتفقة عليها بس احلى موقف فيها كان لما تخبينا في الحشيش وطلب مني اعطي قنبلة الشاك ويف واعطيته ياها بطريقة لن ينساها عطني وصي مش كويف يا معي ستة لا 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 اوه اوه سوري 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 عادي 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 حاول نرجع انا بعيد اوكي حاول يا تعالوا 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 عالبيت تعالوا عالبيت وبعد عشر دقائق رجعت قلت لهم اعطيكم شاك ويف لا لا شكرا لا شكرا وجو التفاعل كان بدرجة مطبيعية انا كان مخ يعلق من مجرد السماع للكلام تحني برات انا تحت اوكي ادهد بس اقلي ادهدو اطلع لي ورق برق برق ادي عندي تعددو اطلع عادي عادي اوهي محك 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 محكي ما شاء الله عليه بوتر بلحق ميد كلمة بالثانية واتوقع لذلك هو ستريمار ناجيح والوضع صار افضل من المتش السابق فتأخرت لمتت وهم اتأخروا اكثر لماتوا بس كان في لحظات صمت غريبة تأتينا بعد الهزيمة فقلت استغذ الصمت وفهام هدول المحترفين كيف بصيروا محترفين وهل صحيح هو الثاني على العالم فالفضول دبحني هيرو انتو هدول المحترفين، ما بتوشتغلوا بس تلعبوا فورتناند ا tweaks من هناك الأشخاص لاiczتشغلوا أتيها فقط طالب جامي لكن هناك الأشخاص ينعذينا فلظة أنا لست تدرجت بالمجب أنا ليس بالمجب ماذا تدرسد؟ أنا قمت بفؤس w فورميشن سيستم و كم ساعة ترعبها باليوم؟ مليوم كثير، مغلب اليوم غير الدوام مغلب اليوم إلا إذا مخزومات أو شيء هذه الحالة الستنائية ولكن اليوم الطبيعي ستسابعة أنت كم بطولة أخذ قبل؟ كثير فيه ثنتين لان واحدة توب 2 لان كامر زيت تعرف كامر زيت؟ نعم كان كل الريجنس يعني مو بس ميدليست هذا جبت فيه توب 2 وفيه كانت بطولتين لان بس لنا بس ميدليست فاستها كلها والاولاين ايه فاست كثير عادي يعني فوق 30 او 40 بطولة طيب سؤال بالله أهلاك وأنت شافوك صرت تحصل الفلوس من وراء الألعاب شو أهل بلاك؟ زمان دعميني دروهم من زمانة من 2018 حب بدروهم انه كذب يعني ممركز بدراستي قاعد اجيب بطولة يعني عندي مسؤولية من نفسي فهمت؟ حب يلا هذا بننفوذ بقى خلاص حاجح بكمل ياب تفكي 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 ألناك والله بس في شغلي فاجأتني وأزعجتني ببداية كل مباره الشباب بيقولوا إيزي إيزي هلأ منجيب التوب ون فحست اني لازم ادخل بعقلي ثلاثيني يا شباب خلونا نواجه الواقع الموضوع ما له إيزي بده تركيز الموضوع ما له إيزي لا احنا ورمركات كويسة بس السنايب ما له إيزي حاجة إيزي 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 خلينا نواجه الواقع يا أخي الموضوع صعب بده تركيز يلا يلا وصحيح لازم نفوز مو بشان الفلوس يا أخي مدي نهاية سعيدة للفيديو اصدقيني أقول لك هتأخذ الكيمتر شوف يعني إليك اللي رح يشوفوا الفيديو رح يلوموكم أنتو أنا ما بلعب فورتنايت لا عندك عندك الحين نهاية تعرفت قلهم أنا أنا جاعبيني بس أن أعولكم فيديو لا 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 ما بعشر ما ما بعشر اعتبونا الله الله هذا الكلام يلا يلا تحفزوا يلا وأنا ما عندي شك بأنه هيرا وكل المحترفين الموجودين بالبطولة لعيبين وعلى مستوى عالي ما شاء الله شفت لقطات منهم بشي جنن العقل ومستويات فعلا عالمية خصوصي هادي اللي اسمه سطام وبالواقع نحنا صناع المحتوى اللي جاي بينا عبارة عن مرافقة كون بارس المعلم هادنك اللي عم يتنافسوا بين بعض لكن ذلك لا يعني أنه نحنا كفريق ما ارتكبنا أخطاء فادحة غلط الاعتماد كله يكون على لاعب واحد حتى لو كان محترف بينما الفرق المتقدمة اللي طلعت بالصدارة كانت كلها تقاتل بكليتها بينما نحنا كان ينطلب بنا نبقى في الخلف وهيروي قاتل لوحده وأكيد احتمالات ثلاثة ضد واحد صعبة كتير تنجح تالي كان مصيرنا السقوط الواحد تلو الاخر الله يا شيخ نعم البطولة حلوة بس بما أني شاركت فيها للمرة الثانية فعندي ملاحظات يا أخي عملونا بطولة للنوبس بس لصناع المحتوى اللي محتواهم الأساسي ليس فورتنايت أخي وقتها بيبين اللي بيعرف يلعب بيناتنا مو معقولة تحطني ضد واحد عم بيلعب كل يوم ست ساعات فورتنايت فقط وتالي يلا حاربوا أمنين بدي يفوس وصعب الواحد يلعب من لاق اسطنبول يا أخي بس الأهم كان كسبنا صداقة الشباب وكسبتك أنت كأحلى مشاهد تابع للنهاية اكتب لي شاكويف بالتعليقات خد مني قلب والسلام عليكم